شابتر التاسع شابتر ناين بيحكي عن The cost of capital نحكي عن تكلفة رأس المال كيف منحسب تكلفة رأس المال هذا الشابتر أريد كتير عن مفاهيم اللغة طناب شابتر 6, 7 and 8 راح بالبداية نعرض شو الconcept الأساسي اللي نحكي عنه اللي هو تكلفة رأس المال نحكي عن مصادر الأساسية والرئيسية لرأس المال نحكي كيف منحسب The cost of long term debt ونفرق ما بين Before tax and after tax cost of debt بعدين نحكي كيف منحسب The cost of preferred stock طبعا بالآخر بتيكون The cost of common stock ومننهي بكيف منحسب Weighted average cost of capital متوسط تكلفة رأس المال الموزون ومنحكي عن alternative waiting schemes اللي غطينا جزء كبير منها بالتشابتر الماضي لما حكينا عن الweights شو هو The cost of capital شو هي تكلفة رأس المال تكلفة رأس المال هي التكلفة اللي بتتحملها الشركة عشان تتمول رأس المال كيف يعني تتمول رأس المال يعني احدا بدنا نشتري عمارة العمارة هاي بدها فانتز بدها مصاري عشان قدر نبنيها مشيك بتجيش من الفراغ في عنا خيارات تمويل مختلفة في عنا خيار من خلال الدين خيار من خلال الأسهم وكل واحد من هاي الخيارات بقابله تكلفة فالcost of capital هي متوسطة التكلفة اللي بتتحملها الشركة عشان تتمول رأس المال تاعها وهذا تكلفة رأس المال هو أقل عائد لازم المشروع يجيبه عشان نقدر نزيد قيمة الشركة كيف يعني أقل عائد لازم المشروع يجيبه عشان نقدر نزيد قيمة الشركة خلينا نحكي مع بعضيك في مثال خيالي أنه أنتو عندكم شركة بتسوى مليارات الدولارات واحد قدامكم مشروع جديد بدكم تستثمروا فيه مشروع هذا بده 100 مليار استثمار 100 مليار استثمار هدو راح يجيبه لكم عائد كنسبة 15% 15% بتحكوا هذا عائد مرتب باجي بسألكم هل بدنا نستثمر ولا بدنا عش نستثمر إذا حدا فيكم بيحكي لي آه أو لأ يعني خلص فقدنا كل القيمة تاعت هذا المصاق دايما لما بسألك أسئلة فيه بيكون وراها سؤال تاني كيف بدنا نقرر كيف بدنا نقرر باعتمد على قديش تكلفة تمويل المشروع بمعنى إذا استثمار في 100 مليون دولار بحاجة لأنه نصدر أسهم جديدة للشركة عشان نرفع هذا الكم الهائل من الفندس ونجيب هذا الكم الهائل من الفينانسينج في عليه تكلفة وإذا تكلفة إصدار هذه الأسهم كانت 20% فإذا حدا بيجي بيحكي لي إنه آه بدنا نستثمر بدي أطخه ليش؟ لأنه إحنا إذا فيه إشي بيكلفنا 20% عشان نموله ومكرا بدي يجيب لي عائد 15% فبنطلع خسرانين هيك 5% وهذا هو كل النقاش اللي راح نحكي عليه في هذا الشرط هذا النقاش بيحكي إنه عشان نرضى نستثمر في مشروع لازم العائد تاعة هذا المشروع يكون على الأقل يساوي تكلفة رأس المال أو تكلفة تمويل هذا المشروع بعدين همنيجي منيحكي إنه هذا الكوستوف كابيتل كمان هو يعني همنيجي منيحكي هنا بالأساس عن المدى الطويل إشان الشركة تقدر تتمول الأوبريشن ستاعتها والإنبستمنت تاعة والكوستوف الكابيتل تاعة على المدى الطويل هاي هي التكلفة اللي راح تتحملها أو كمان راح يكون الابروبيت ديسكاونت ريت للفيتشر كاشفلوز اللي راح تيجي للشركة ونحكي عن هذا الموضوع كمان لما نوصل لجزئية اللي خاصة كونسبتس الأساسية شو يعني رأس المال شو يعني كابيتل كابيتل ببساطة هو المزيج ما بين الدبت والإيكوتي اللي استخدمتهم الشركة لتستثمر في رأس المال تاعة الأسيتس اللي عندها تمول الوبراشنز تعونها المزيج من هادا اللونج ترم سورسز أو بايننسين بنسميه رأس مال الشركة بشمل الديون بشمل الإيكوتي الأسهم وما إلو ذلك بعدين في عنا كابيتل استركتور شو يعني كابيتل استركتور كابيتل استركتور هي شو كيف هذا المزيج هل احنا تمويل تاعة الشركة كان مركز في الدين هل تمويل تاعة الشركة كان مركز من جيبة المستثمرين كل المصاري طلعت من جيبتنا ولا عبارة عن 블� IoT طالع من جيبة المستثمرين هذا بنسميه احنا الكابيتل ومني يجي هون الهدف الأساسي من كل هذا الشابتر اللي رح نوصله بالآخر اللي بنسميه لما أحكي عنه رح دائما أحكي لأنه اختصاره هو WACC فالواك هذا عبارة عن متوسط المتوسط الموزون لتكلفة تمويل رأس مال الشركة من خلال الدبت والإيكوتي ولما بنحكي موزون الأوزان اللي بنحكي عليها هون هي الوزن تاع التمويل من خلال الدين ومقابله الوزن من خلال التمويل تاع الإيكوتي كpreferred stock أو كcomment stock ومنحكي عليهم في هنا نيجي هون بنشوف بعض الأمثلة عن ال capital رأس مال شركات معينة في العالم ومن وين مصادر التمويل اللي إلها بنشوف مثلاً ألفابت اللي فيكم ما بعرف شو ألفابت هي الشركة الأم لجوجل يعني ألفابت هي الشركة اللي بتملك جوجل و ألفابت بنشوف أنه 99% من تمويل الشركة جاي من خلال الإيكوتي ونحكي 99% من رأس مال الشركة جاي من خلال الإيكوتي يعني بسبب حجم الشركة الكبير اللي هو ألفابت يعني كومتها بنحكي عن رأس مال الشركة ب 647 مليار دولار واللي هي قد حجم اقتصادنا على 30 مرة 35 مرة شركة واحدة ف هاي الشركة معظم رأس المال جاي من خلال الإيكوتي شنو على الإيكوتي هنا عنا على الأغلب جاي يعني هي فعلا جاي من الارباح المحتجزة في داخل الشركة بس بالنسبة لنا هاي الأرباح المحتجزة في داخل الشركة هي أصلا مصاري المستثمرين لأنه لما شركة بتربح أرباحها هاي اللي بيضل بعدما الشركة تعمل كل الالتزامات اللي عليها بتروح للمساهمين فهذا كلها الإيكوتي هي الكونتريبيوشن تاع الشيرهولدرز واحد في المية بس جاي من خلال لديون يعني كقروض أو كبونت وما إلى ذلك فمنحكي واحد في المية صح واحد في المية قليلة بس إحنا منحكي وانا عن تقريبا أربعة مليار دولار جاي من خلال الدين فهاي بالنسبة لألفابت كيف الكابتل ستركتشور تاعها الكابتل ستركتشور تاع الفابت 99% ايكوتي واحد في المية دبت قديش رأس مال الفابت اللي هي التوتل كابتل مجموع الايكوتي والدبت اللي هو 647 مليار في شركة زي جنرال مطلز مثلا الكابتل ستركتشور تاعها 53% و47% ايكوتي توتل كابتل لإلها 104.6 مليار دولار هكي بنشوف التفاوت ما بين الكابتل ستركتشور تاع الشركات والتوتل كابتل تاعهم وعند التوتل كابتل في أي الحالة هو بوصف حجم الشركة في كل مزاد راس مال الشركة فاحنا بنحكي عن شركات أكبر ومفروض نتوقع أنه يكون عندها حجم مبيعات أعمى وفي عندنا هذا المثال اللي بيفرق ما بين two investments investment A وinvestment B في investment A السؤال بيحكي لنا أنه في عندنا investment تكلفته 100 ألف دولار عمر الاستثمار هذا 20 سنة ومتوقع أنه هذا الاستثمار اللي تكلفته 100 ألف عمره 20 سنة يجب لنا عائد 70 السؤال بيحكي إذا كان بإمكاننا نروح نصدر سندات وندفع لهذه السندات 6% عشان نمول والمشروع بيجيب لنا 7% فبهاي الحالة القرار المنطقي أنه إحنا نقبل هذا المشروع تكلفة تمويله 6% بيجيب لعائد 7% راح يبللنا 1% فإحنا بنربح بنعظم الثروة تاعت مالكينا الشركة نعظم الثروة تاعتنا إذا إحنا الشركة وبهاي الحالة بنقبل المشروع بالهذا المشروع في عنا investment بي كمان تكلفة 100000 عمره 20 سنة بيجيب لنا عائد سنوي 12% ولكن هذا المشروع نقدر نموله من خلال الأسهم وعشان نقدر نموله من خلال الأسهم فالتكلفة تاعة equity تكلفة الأسهم common stock equity في هاي الحالة 14% أنه التكلفة 14% والعائد 12% كمان بشكل منطقي وإذا إحنا عقلانيين مباشرة نفهم أن التكلفة أعلى من العائد وإذا نعمل هذا الاستثمار فإن نحن نطلع خسرانين وكأنه 2% بس كمان منيجي ومنحكي طيب ليش ما نمول project B مثلا من خلال ال-debt بعد ما نمول project B من خلال ال-debt بدل ما نربح 1% بنصير بنربح 6% إذا دامنا خيارين إحنا اللي هما يا debt يا equity فبلزمش من نختار بس debt أو نختار بس equity يمكننا نختار مزيج من التنين ومثلا إذا اخترنا نمول المشروعين هدول من خلال أو نمول أي مشروع مستقبل للشركة من خلال مزيج 50% debt و50% equity فبهاي الحالة ال-weighted average cost للإستثمار رح يطلع عنه 50% ضرب 6% 3% زائد 50% 14% 7% يعني متوسط التكلفة إذا مولنا المشاريع من خلال 50% debt و50% equity رح يطلع 10% وزيجينا وحكينا أنه 10% هي appropriate rate اللي بدنا نقارن فيه هو cost تاع capital تاع الشركة اللي عبارة عن 50% equity 50% 50% فبنشوف أنه الاستثمار الأول في الحالة بطل مجدي لأنه بجبلنا عائد 7% فال7% أقل من 10% فبنرفض الاستثمار الأول بينما الاستثمار الثاني بجبلنا 12% واللي هي أعلى من 10% فبنقبل الاستثمار التاني فالقرار اللي بننخذه يعتمد على المزيج ما بين debt وال equity والعائد اللي راح يجي على الاستثمار هلا بالنسبة للمزيج اللي هون هذا هو الاشي اللي نحن نوصله احنا في آخر كيف نحسب المعادلة محددة راح ندخل بالتفاصيل تاعتها وانا المهم نفهم الفكرة الأساسية من الموضوع انه ازا احنا بنعمل مزيج فالمزيج هذا بتعطينا rate مختلف عن individual rates والعادة الشركات بيكونش كل التمويل بالنسبة لها بس equity أو كل التمويل بس step يكون في مزيج من الاثنين ورح نحكي كمان في هذا شابتر اللي قدام ليش نختار المزيج يعني ازا انا كل التمويل من خلال الديون مش حاطط اشي من جيبتي فالمخاطرة رح تكون كتير عالية ما نقدر نسد جزء من هاي الديون اذا اشي بنحكي عنه لقد sources of long term capital في عنا اربع مصادر اساسية للlong term capital في عنا long term debt الدين كروض سندات وما الى ذلك في عنا preferred stock في عنا common stock النوع الاخير واللي هو هذا يعني هذا الاشي اللي كنت عم بحاول احكيه على alphabet على شركة لأمكا جوجل من فيه التمويل من خلال return earnings الارباح المحتجزة وهي return earnings هي واحد من مصادر التمويل الاساسية لمعظم الشركات تمول من خلال الارباح اللي بتجيها وبتتوسع من خلال الارباح اللي بتجيها فكمان هذا السوس مهم في capital الارباح المحتجزة طبعاً مش كل الشركات رح تستخدم كل أنواع التمويل هاي فيه شركات ممكن انها ما تستخدم شركات ما بدها تتداين شركات ما في عندها preferred stock فيه شركات مش مصدر أسهم المالك هو شخص واحد وفيه شركات معظم تمويلها بتتم من خلال return earnings بس وحسب الشركة وقطاع وطبيعة شغل الشركة وطريقة لمجلس الإدارة بدير الشركة والمدرعة تعمل الشركة بدير الشركة بتغير capital structure بتاع فنا نحكي عن sources of long term capital تمويل رأس المال طويل الأجل يتم من خلال أربع مصادر حكينا عنهم long term debt preferred common stock or return and أول هات ال chapter رح نبلش ونحكي كيف بنحسب cost of long term كيف بنحسب تكلفت التين يعني مثلا خلينا نيجي نحكي كالتالي انتم رح تخت وقرد بدكم تشتروا محل للشركة ومتعملوا لها معرض بعرف شو الشركة اللي نقوم شركة التلفونات وتعملوا لها معرض في وسط البلد عشان نقدر نشتري هذا المحل بدنا فانتز فالفانتز إذا ما معنا إياها متوفرة ككارش من دخل الشركة أو ككارش من الأسهم اللي نباعت من خلال الشركة بدنا نتاين فبنروح بنوخد قرد بنوخد القرد بيجي بكلنا الفايدة عليه والمرابحة على هذا القرد عبارة عن ستة في المية هاي بنسميها البيفور تاكس كوست أو لون تاكس يعني عشان نقدر نتاين هاي المصاري عشان نقدر نوخد المصاري نشتري المحل نعمل هاد الاستثمار في تكلفة هاي التكلفة بنسميها تكلفة الدين وهنا كمان بدنا نيجي لقونسيب جديد بنسمي نت بروسيد نت بروسيد هاي هي عبارة عن الفند اكتشلي رسيف باي دا فرم فم بس سيل الف سيكوريتي يعني احنا بدنا نروح نوخد قرد ولكن عشان ننوخد هذا القرد رح ندفع عليه رسوم في واحد في المية هاي بتندفع من قيمة القرد اول ما تخدوه يعني البنك مثلا رح تود داه يعني مئة ألف بشيل ألف طلر هاي المسوم القرد واحد في المية وبعطيكم تسعة وتسعين ألف فيعني احنا رحنا نوخد مئة ألف بس اجانا تسعة وتسعين ألف تسعين ألف هاي هي هاي الاشي اللي بنسمي نت بروسيد قديش فعلا احنا بنوخد من مصدر التمويل اللي عم نحكي عليه يعني بيعنا بوند البوندز عشان نبيعها في قلها تكاليف في قلها تكاليف ابتتاب مع الانفستمنت بانك في قلها تكاليف إدارة كانت إلا خصف المحاسبة تكاليف محاسبية أو تكاليف قانونية أو تكاليف عشان نقدر نمشي في إجراءات اصدار البوند كل هاي التكاليف كان ما تحملناها لو ما اصدرنا بوند بس لانو احنا اصدرنا بوند والبوند هذا بنوخد لنا منه مئة مليون ففي تكاليف معينة لازم نشيلها من المئة مليون عشان نقدر نوصل للرقم الحقيقي اللي راح يضللنا من إصدار السند هاي التكاليف اللي بنتحملها عشان نصدر السند أو عشان نصدر السهم أو ما إلى ذلك بنسميها Flotation Costs Flotation Costs اللي هي مجمل التكاليف اللي بنتحملها عشان نصدر ونبيع أي سيكوريتي وممكن أنه نمثلها كبرسنتج يعني ممكن نحكي واحد في المية من قيمة السندات اللي بيعناها خمسة في المية من قيمة الأسهم اللي بيعناها أو ممكن نحطها كرقم ثابت يعني إصدار سندات قمتها مية ألف دولار راح يكلفنا ألفين دولار ما بين Underwriting Costs و Administrative Costs ألف دولار راح تروح للمحامي خمسمية دولار Paperwork Accounting Costs وخمسمية دولار رسوم ندفعها للجهات الرسمية مثلا مش هيكية الأرقام بس كمثال هدول كلهم مجموعة من ألفين دولار بنسميهم Flotation Costs تكاليف نتكبدها لأنه إحنا بدنا نصدر السند بدنا نصدر سهم راح نيجي بنحكي قديش مجمل المبلغ اللي راح يجينا من بيع السند بنشيل منه Flotation Costs وضل عنا Innet Proceeds راح نيجي بنحكي عنهم في التقصير الأكتر هنا في عنا واحد من الأمثلة فلتح هون في عنا واحد من الأمثلة بحكي أنه Flotation Costs على إصدار السندات بقيمة 100 مليون دولار هي 2% فهذا يعني أنه على كل سند في تكلفة 2% 2% ب1000 دولار يعني 20 دولار فمزال التكلفة على كل سند عبارة عن 20 دولار فالمبلغ فالمبلغ اللي راح يجينا من بيع كل سند أو صافي المبلغ اللي راح يجينا من بيع كل سند هو 980 دولار كيف جبناهم 980 دولار جبناهم بأنه حكينا 1000 دولار سعر بيع السند بدنا نشيل منه Flotation Costs 20 دولار وضللنا 980 دولار هنا بدنا نيجي و طيب فلا قدام راح نرجع نحكي عن Proceeds أكتر لما نحكي على الأسهم عن غاد الconcept بصير أوضح شوي أكتر منيجي ونحكي على إشي بنسمي Before Tax Cost of Debt والAfter Tax Cost of Debt القرد اللي حكينا عنها قبل شوي حكينا قرد تكلفته 6% هاي 6% بنسميها Before Tax Cost of Debt يعني احنا القرد هدا بدفع عليه 6% فهاي Before Tax ليش Before Tax احنا بنعرف انه Debt إلو Tax Advantage يعني إلو Tax Advantage يعني Interest Expense بنخصم قبل ما نحسب الضريبة وزاله بنخصم قبل ما نحسب الضريبة معناته بنزل من قيمة الضريبة اللي راح ندفعها وزاله بنزل من قيمة الضريبة اللي راح ندفعها معناته فيه Tax Advantage لل Debt وبهاي الحالة تكلفة الدين قبل ما نأخذ تؤثره بالطريبة After Tax Cost Of Debt اللي هو بعد ما نأخذ تؤثره بالطريبة After Tax Cost Of Debt هي تكلفة الدين الفعلية على الشركة فالفعلا الشركة شو بتتكلف هي After Tax مش Before Tax Before Tax هي القيمة اللي احنا نحسبها القيمة اللي بيبقى الدين صدر عليها كيف بدنا نجيب Before Tax Cost Of Debt يعني لو أنه قردت وبحكي لكم تكلفته 6% هي سهلة الشغلة هذا بتسمي Before Tax Cost Of Debt إذا فيه عنا مصدرين سندات إحنا Before Tax Cost Of Debt ببساطة هو yield to maturity فإذا yield to maturity موجود بإمكاننا نستخدمه إذا مش موجود بإمكاننا نحسبه وإذا لا بإمكاننا نستخدمه ولا بإمكاننا نحسبه فوقتها بنحاول أنه نشوف دين بشبه الدين تاع الشركة اللي بنحكي عليها يعني دين لشركة بتشطل كطاع شبيه لها نفس الحجم نفس أنواع المخاطرة فوقتها بنحكي أنه تكلفة الدين لهذا الشركة رح يكون قريب على تكلفة الدين على الشركة الشبيهة ومنستخدم تكلفة الدين للشركة الشبيهة عشان نحكي إنه هذا هو تكلفة الدين للشركة اللي بنحكي عليها بس لطبسيط الإشي اللي رح نستخدمه عشان نحسب الـ Before Tax Cost of Debt هو الـ Yield to Maturity هو واحدة من أهم الشغلات اللي غطيناها احنا في Chapter 6 اللي هي راح تكون مطلوبة معنا في مدحان الفاينل بما انه Chapter 9 بحكي عليا فـ Yield to Maturity هو الـ Before Tax Cost of Debt نعرف كيف نحسب For Tax Cost of Debt طبعا هون الـ Net Proceeds from Sale of Bond بيصير هو سعر البند اللي بنستخدمه عشان نحسب الـ Yield to Maturity يعني قبل كنا نحكي عن سعر البند اليوم سعر البند اليوم هو الـ Net Proceeds اللي راح تيجينا من هذا البند يعني إذا أنا بتبيع البند في ألف دولار في عشرين دولار اللي هي Flotation Costs ففعليا قديش راح يجينا مصاري من بيع هاي البند هو الـ 980 فالـ 980 هي المستخدمة في حسابات الـ Yield to Maturity وطبعا إحنا كنا نستخدم الفورميلاتات الـ Approximately to Maturity واللي هي موجودة قدامنا هون وهي هي الفورميلة اللي راح نستخدمها هون راح نستخدم الـ Approximately to Maturity وقبل محل ما كنا نحط الـ Price نستخدم Net Proceeds Net Proceeds شو بتساوي Net Proceeds بتساوي نستخدم هؤلاء نستخدم Net Proceeds ماذا تساوي نستخدم Net Proceeds تساوي Price نائس Flotation Cost وهيك نكون حكينا عن قانون التماتشوريتي وباستخدام هذا القانون اللي نشرح من قبل نحسب البيفور تاكس كوست أو دبت مثال أن شركة بتدفع 6% كوبون ريت الشركة هاي لها 1000$ par value وسعرها 1000$ وفي flotation costs 20$ فالمعطيات الpar تساوي 1000 C تساوي 6% الprice بساوي 1000 وفي flotation costs تساوي 20% أو تساوي 2% تمام أول إشي نسويه في مثل هيك سؤال بدنا نحسب الـ وفي flotation نعرف أنها هاي 6% في 1000$ فهي 60% ثاني اشي نحسب الـ net proceeds اللي هي تساوي 1000$ الprice ناقص 2% في 1000$ اللي هي الprice اللي طبعا الـ 20$ طلاعا معنا 980$ فيصار عندنا الـ co-point payment والـ net proceeds والـ bar value الآن بنسويه أنه بنطبك مباشرة على القانون تاع approximate yield to maturity يعني محل I بنحط 60 1000$ ما هي 1000$ الprice net proceeds 980$ N قديش مدة هذا السند مدة 20 سنة نحط محل N 20 و نفس الشي 980$ زاد 1000$ على 2 نعود وطلع معنا yield to maturity about 6.162% هذا الـ 6.162$ بنسمي ال before tax cost of debt تكلفة الدين ما قبل الضريب طيب مازال فيه تكلفة الدين ما قبل الضريبة معناته فيه تكلفة الدين ما بعد الضريبة كيف نحسب تكلفة الدين من بعد الضريبة نضرب تكلفة الدين قبل الضريبة في واحد ناقص معدل الضريبة ليش بنعمل هيك؟ بنعمل هيك لأنه معدل الضريبة ضرب el interest expense هو المبلغ اللي إحنا بنوفره لما بنوخد ديني فهذا المبلغ الموفره بنوخد دين اللي هو Interest Expense طرب معدل طريبة فالAfter Tax Cost of Debt بده يساوي ال Before Tax Cost of Debt مضروب في واحد نارس Tax Rate وبنطبك هذا الحكي على المثال اللي كان عندنا هون إذا التاكس ريت عبارة عن واحد وعشرين في المية وال Before Tax Cost of Debt كان ستة فاصلة مئة وسبعة وسبعين في المية حسب ما عطينا إياها هذا السؤال فابطلها معنا ال After Tax Cost of Debt عبارة عن 4.88% ومن المعلومات المهمة هون إنه تكلفة الدين هي من أرخص أنواع التمويل اللي ممكن الشركات تستخدمها فالCost of Debt is the least expensive form of financing أرخص أنواع التمويل ليش الدبت is relatively inexpensive form of financing طبعا هذا الحكي يعني مش في كل محل وزا في محلات في هال country risk زي إنه عالي كتير فالتكلفة الدين كمان تكون عالية مرات بس generally الكوست of Debt هي أرخص أما تمويل أولا الدبت is less risky than preferred stock or common stock يعني الدين المخاطرة تعته أقل من مخاطرة preferred stock or common stock وإحنا بنعرف من chapter 8 كل مألة المخاطرة كل مألة required return في هاي الحالة كمان نفس الشي ينطبق على الدبت وهذا الإشي اللي بيخلي الدبت low cost form of financing لأنه الناس بتكون مستعدة بتتحمل lower return on debt لأنه الرسك طاعه أقل يعني الدبت في عليه كتير confidence اللي بتخلي الرسك أقل أولها وأهمها إنه إلو senior claim on income and assets يعني لازم يندفعوا تكاليف الفائدة لازم يرجع المبلغ للتاينته الشركة قبل ما الشركة تقدر توزيع أي أرباح أو تقدر تعمل تصفية أو تعتمد المستثمرين حصتهم شغلة التانية والسبب التاني اللي هي tax advantage تعطي الدبت tax advantage تعطي الدبت تخلي الدبت كمان أرخص من الprefab stock والcommon stock ونعرف نحن أن الcommon stock لا يوجد لها tax advantage كل ما نزلت المخاطرة بنزل العائد المطلوب طيب personal finance example بحكي لناها أنه في عنا كيت وقاسم نين متجاوزين بدفعوا درائب 28% وهذول اتنين بدهم 260 ألف دولار عشان يشتروا سيارة جديدة luxury car سيارة مرتبة luxury وبدهم يمولوا هاي السيارة من خلال الدين خلال إنهم يتدينوا 60 ألف دولار من خلال الشخص اللي بتيبيعهم السيارة بالخيار الأول إنهم يتدينوا من الشكل تتبيعهم السيارة على معدل فائدة سنوي أربعة ونصف المية أو بإنكامهم يأخذوا الستين ألف دولار second mortgage on their home يعني من خلال card رهما لشكل السيارة بس معدل فائدة سنة أربعة ونصف المية خيار الثاني إنه طرد رهما عن قاري تاني وبدفع عليه خمسة وخمسة إذا أي حدا بيجي بتطلع على هذا السؤال بدون ما نكمل ونحكي فيه بتحكولي طيب أربعة ونصف المية أرخص من خمسة ونصف المية شكله هذا الخيار الأفضل بمرجع بنحكي دايما فيه شغلات بخبّي بهاي الأسئلة السؤال بكمل وبيحكي إذا تداينوا من الأوتو ديلر الانترست اللي رح يدفعوه لشركة السيارات مش تاكس تدكتبه يعني هذا بدخلش في تدكتب federal تاكس بيربوس هذا إشي في أميركا عنا ما حدا بتطلع فيك هورفر دا انترست اللي هو كمان يعني هك عنا قانون نفسه بس يستخدم لكم تستخدموا لمرة واحدة اللي هو قرد الرهن العقاري دا تاكس تدكتبه يعني بإمكانكم تخصم الفواهد اللي بتدفعوها على قرد الرهن العقاري من ضريبة الدخل اللي بتدفعوها لوساط المن فأي عبارة تاكس تدكتبه الخيار التاني لأنه فيه إلو تاكس ادفنتيج فنضربه في واحد نقص التاكس ريت من خلال السكن مورجيج لون يكون 3.9 6 في المية فهي 5 في المية before تاكس بتصير 3.9 6 في المية after تاكس لأنه النه الظه المورجيج لون أقل من ال direct financing من خلال شركة السيارات فمننصح الاثنين ادول كيت وقاسم انهم ياخدوا يعني هو كل هذا السؤال هيك بالضيع شوي اللي بنا نوصل له في شغلات تاكس تدكتبل في شغلات مش تاكس تدكتبل ايشي لما بيكون مثلا في هذا السؤال المعطيات تحكي انه هذا خمسة ونصف في المية وهذا اربعة ونصف في المية زي ما حكينا اول ايشي بتشوفه انه اربعة ونصف في المية اقال من خمسة ونصف في المية خلاص خلينا ناخد قرد من شركة السيارات بيجي نحكي لكم لا بكم تتأكدوا اذا قوانين الدريبة اسمح لكم انه ايشي يكون تاكس تدكتبل و ايشي ما يكون تاكس تدكتبل فبهاي الحالة الخيار التاني كان تاكس تدكتبل بمعنى بامكاننا نخصم التكاليف من ضريبة الدخلة اللي احنا ندفعها فبهاي الحالة رح يخفف التكلفة علينا وحوفر علينا مصاري في المحل التاني فلازم نحسب له الافتر تاكس كوستنفتر فلما حسبنا الافتر تاكس كوستنفتر طلع الخيار التاني اللي كان مبين انه اغلق طلع ارخص من الخيار الاول اللي كان مبين انه نخيص هذا رحكي لنا واحدة من الشغلات اللي كيف الافتر تاكس كوستنفتر بتأثر على تكلفة الدين اللي كي لايش لازم ناخدها في عين الاهتداء وببساطة كمان مرة ارجع احكي عن الموضوع يعني لما احنا فيه اشي يخصم من الضريبة اللي ندفعها هذا يعني انه رح يخفف من الضريبة اللي احنا رح ندفعها فحتى لو كان يبين انه الريت غالي اذا نستفيد منه نخصم من طريب اللي احنا ندفعها ووفر علينا كتير مصاري when companies issue preferred shares the shares usually pay a fixed dividend and have a fixed الاشي التالي اللي بنحكي علي اليوم اللي هي تكلفة الpreferred stock تكلفة الpreferred stock سهلة ليش سهلة تكلفة الpreferred stock لانه تعتمد على الرات Required Return للpreferred stock وليه قانون احنا ندفعها في الشابتر سبعة نعرف انه الpreferred stock تدفع fixed dividends وفيقلها fixed part value نعرف كمان انه cost of preferred stock كان المثله في هاد القانون اللي بحكي انه required return للpreferred stock بساوي الدفدن على النت بروسيد للبريفرد ستوك من وين جاي هذا القانون إذا تتذكروا كيف كنا نحسب الـPrice تعليل الـPريفرد ستوك ونحكي أن الـPrice تعليل الـPريفرد ستوك يساوي الدفدن اللي هي نفسها D0 مقسومة على إيش مقسومة على R للبريفرد ستوك صح إذا جينا هذا القانون رجعنا للتبناء عملنا ضرب تبادلي بيصير في عندنا R للبريفرد ستوك شو بتساوي بتساوي D1 اسمه الـPrice للبريفرد ستوك حلا الـPrice للبريفرد ستوك ونقدر نجيبه إذا فيه تدول في الـPريفرد ستوك ونقدر نجيب الـPrice الـDividends already it is a stated dividend فمنقدر نعرف أدهي الـDividends للبريفرد ستوك إشي اللي ما بنعرفه بالعادة أدهي الـCost of PREFرد ستوك فمن خلال عكس هذا القانون بيصير بيبك أننا نعرف شو تكلفة لأنه زي ما تعلمنا في هذا الشابتر أنه سعر البيع مش بالضرورة يكون هو المبلغ اللي إحنا بنقبضه يعني لما بدنا نبيع بريفرد ستوك إحنا بنبيعها على خمسين دولار بس فيه رسوم وتكاليف مختلفة مثلا دولار واحد على كل بريفرد ستوك تنبيعه فهنا بدل الـPrice of PREFرد ستوك نستخدم الـNet Proceeds فايك بيصير في عنا قانون لا الـCost of PREFرد ستوك ومبساطة هذا القانون بحكي الـCost of PREFرد ستوك بساوي الدفدن بنترح على الـ PREFرد ستوك مقسومة على مت Proceeds من بيع هذا الـ PREFرد ستوك وهون بنكون صار عنا الـConsept الثاني لهذا الشابتر كيف بنحسب الـCost of PREFرد ستوك ببساطة بنقسم الـDividend على الـNet Proceeds من الـPrice of PREFرد ستوك وانا في عنا اجزامبل Touches Corporation بدها تصدر 8% PREFرد ستوك بتوقعوا انه يبيعوا السهم هذا الممتاز على 80$ per share تكلفة اصدار وبيع كل سهم تكلف الشركة دولارين ونصف per share يعني الشركة بتقدر تبيع السهم الممتاز على 80$ ولكن فيه تكاليف بيع وصدار على كل سهم عبارة عن 2.5$ هذا شو يعني؟ يعني انه المبلغ اللي رح يجي للشركة هو 80 ناقص 2.5$ يعني 77.5$ هي Net Proceeds من بيع الـ PREFرد ستوك كمان بدنا نحسب هون في هاي الحالة الديفيدنز الديفيدنز بنعرف انه هذا بنسميه Bar Value Preferred Stock فيه إلى Bar Value فمنضرب 8% اللي هي الديفيدنز معطينا اياك % في ال Bar Value ونخلالها بنحسب انديش لك ندفع الديفيدنز على هذا السهم هذا ايش يحنا غطيناه في شابتر 7 كيف بنحسب الديفيدنز لل Preferred Stock فبهي الحالة الديفيدنز رح تكون 6.4$ حسبنا Net Proceeds 77 مص ال-Cost of Preferred Stock ببساطة لهذا السؤال عبارة عن 6.4$ فقسومة على 77.5$ واللي رح تطلع 8.26$ فالتكلفة لـ Preferred Stock على الشركة عبارة عن 8.26$ فإذا تستخدم الشركة Preferred Stock عشان تنول مشاريع معينة هاي التكلفة اللي راح تتحمل طيب بنكمل Finding the cost of Common Stock Equally غطينا لحد هلأ كيف بنحسب cost of Depth وكيف بنحسب cost of Preferred Stock وهنا نيجي لفقرتنا المعتادة أول إشي حاسس شوي اليوم أن أنا مش عارف إذا فهمين ومش فهمين فهنا بتسألكم إذا أنتم فهمين ولا مش فهمين ونشوف مين فهم عن شو بحكي ومين مش فهم عن شو بحكي ومين فهم بس يعني لسة الأمور مش واضحة كتير طيب طيب هيك النتيجة فلنرجع نحكي عن الموضوع خلص خلص هي ضايل سبع دقاي يعني يعني عربنا نكفي لليوم فمش راح أدخل هلأ في cost of common stock نخلي cost of common stock للمحاضرة الجاي بس راح أرجع وأحكي على cost of debt والcost of preferred stock وعندي سؤال لإلكم اللي ممكن تستفيدوا منه متأكد أنه أنتو معي دايما السؤال السؤال بيحكي كالتالي راح نختار هذا البول نفسه بس اللي بدي إياكم تجاوب عليه وهل بتفضلوا أنه نحل الأسئلة بتاعت الكتاب بعد ما نحكي على كل concept يعني نشرح نحل مباشرة السؤال ولا نضل على نفس الطريقة اللي إحنا فيها اللي نخلص نشرح كل التشابتر بعدين طب بلشتوا تجاوب وأنا مش حكي شو السؤال لسا استنوا بس نخلص نحكي طب نرجع نعيد كمان ما بس نخلص شو الإشي اللي بدي أسأل عنه ما حدا يجاوب لحد ما أسألكم استنوا إذا مع أنه نحل أسئلة الكتاب بعد ما نشرح كل concept حطوا ياس إذا مع أنه نخلص كل الشرح وبعدين نحل أسئلة حطوا نو وإذا مش فرق عليكم شو بس ساوي حطوا نوص نوص طيب حسب النتيجة رح نصير نحل الأسئلة بعد ما نشرح كل concept نبلش اليوم طيب حطوا نحل شابتر نين طيب طيب مثلا في عنا هذا السؤال هذا السؤال بحكي أنه باستخدام الapproximation formula لكل واحدة من ال$ per value bonds اللي موجودة عنا هون فينا من bonds A إلى E و assuming annual interest payment يعني دفعات سنوية لfrequency و40% tax rate calculate the after tax cost to maturity using the approximation formula رح نستخدم الapproximation formula عشان نحسب الـ after tax cost لكل واحدة من هدول البونت إحنا طبعا مش رح نحل عليهم كلهم نختار مثلا بونت A لنحل بونت A كيف نحل بونت A أول إشينا نستخدم الapproximation formula عشان نستخدم الapproximation formula إحنا بحاجة لأنه نحسب إشي جديد مش موجودة عندنا مباشرة في السؤال ولي هو النت proceeds ف بالنسبة لبونت A عمرها 20 سنة underwriting fee underwriting fee هي واحدة من flotation costs 20% في عنا discount or premium شعني discount or premium نعرف شعني discount or premium discount يعني بتنباع أقل من الpar value premium بتنباع أكثر من الpar value فبونت A بتنباع بأقل من الpar value ب20$ والcoupon interest rate 9% هاي المعلومات اللي لعنا على بونت A بدنا نحسب لها الheal to maturity عشان نحسب الbefore tax cost of debt بعدين نحسب الafter tax cost of debt من خلال نضرب الرقم اللي بطلع معناه في واحد مارس تكسل شعني نحسب الapproximity to maturity أول إشي ننسوي نحسب الnet proceeds الnet proceeds ل bond A بتساوي ألف اللي هي الpar value بدنا نشيل منه 25 اللي هي الunderwriting costs بدنا نشيل منه 20 اللي هي الدسكاونت تاع البند البند هاي بتنباع على دسكاونت شلنا من هال20 بتضللنا net proceeds يعني صافي المبلغ اللي راح يجي للشركة هو 955 دولار coupon payment هي 90 دولار فبنستخدم هدول المعلومتين اللي حسنناهم هون بنعود جوا المعادلة فهي المعادلة اللي بنعود فيها بتقول لكم ما هي على نفس الشاشة صح؟ طيب تمام فمنحط هنا 90 زي ما تعلمنا بنعود في chapter 6 زائد 1000 par value ناقص 955 net proceeds على 20 اللي نقسم على هايزة اضهاية على اثنين زي ما تعلمنا كمان قبل نحسب بتلا معنا yield 9.44 طبعا هذا الـ اللي هو before tax cost of debt كيف نحاوله لafter tax نضربه في 1 ناقص tax rate هذا الإشي اللي بنسوي هون إذا tax rate 40% فمنحكي 9.44 أضروب في 1 ناقص 40% وبطلع معنا 5.66 وهيك بنكون حلنا لبند A نروح نشوف إشي تاني في معلومات مختلفة طيب في عندنا D شو كيف نحل D الى underwriting costs 15 وبتنبع على par value ما زالها بتنبع على par value نيجي بنحكي net proceeds تساوي 1000 دولار سعر البيع ناقص 15 دولار underwriting cost فنت proceeds بتصير 985 البند كمان الماتشوريتي بتاعتها 22 سنة تدفع interest rate 11% فهنا بدو يسير في عند شي بلط في هذا شو اش خمسة وعشرين سنة الـ coupon rate تاعة 9% 25 سنة 9% فهنا منيجي على المعادلة 9% يعني البند تدفع بالسنة البند تدفع بالسنة 90 دولار 25 سنة بنعود بتطلع معنا L Before Tax Cost of Debt 9.13% هذا Before Tax كيف نحاول After Tax كمان مرة مضرب واحد ناقص التاكس 9.13% ناقص مضروبة في 60% بتطلع 5.8% bond B نحكي عنها كمان على السريع bond B plus 10 تختلف عن الباقي شو يعني plus 10 يعني بتنباع على premium فهون لما نيجي نحسب net proceeds بنحط 1000 dollar per value 40 dollar underwriting costs وبنضيف 10 فانه هي بتنباع على premium نكمل باقي الحسابات سيء ما شرحنا عن البونس تللي أبل